حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أيوبا عن أبي قلابة عن أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قدور أهل الكتاب فقال إن لم تجد غيرها فاغسل واطبخ وسأله عن لحوم الحمر فناهاه عن ذلك وعن كل صبع ذي ناب حنا محمد بن أبي عادي عن داود عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشاني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الآخرة مساويكم أخلاقا الثارثارون المتفيهقون المتشدقون حدثنا يزيد حدثنا الحجاج بن أرطأة عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشاني يقول قلت يا رسول الله إن أهل صيد فقال إذا أرسدت كلبك وذكرت أسم الله فأمسك عليك فكل قال قلت وإن قطال قال وإن قطال قال قلت إن أهل رمي قال ما ردت عليك قوسك فكل قال قلت إن أهل سفر نمر باليهود والنصارى والمجوس ولا نجد غير آنيتهم قال فإن لم تجد غيرها فاغسلوها بالماء ثم كلوا فيها واشربوا حثنا هاشم قال حدثنا ليث عن معاوية ابن صالح عن عبد الرحمن ابن جبير عن أبيه قال سمعت أبا ثعلبة الخشانية صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يقول وهو بالفستاط في خلافة معاوية وكان معاوية أغزى الناس القسطنطينية فقال والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يومين إذا رأيت الشام مائدة رجل واحد وأهل بيته فعند ذلك فتح القسطنطينية حسنا حجاج حدثنا ليث قال حدثني عقيل بن خالد عن أبن شيهاب عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشاني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية ولحمة كل ذناب من السباع حسنا علي بن بحر قال حدثنا الوليد بن مسلمين حدثنا عبد الله يعني ابن زبر أنه سمع مسلم ابن مشكمين يقول حدثنا أبو ثعلبة الخشاني قال كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا فعسكر تفرقوا عنه في الشعاب والأودية فقام فيه فقال أن تفرقكم في الشعاب إنما ذلكم من الشيطان قال فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا أن ضم بعضهم إلى بعض حتى إنك لتقولوا لو بسطوا عليهم كساء لعمهم أو نحو ذلك حسنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن أيوبا عن أبي قلبة عن أبي ثعلبة الخشاني قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أكتب لي بأرضي كذا وكذا بأرض الشامي لم يظهر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إلى ما يقول هذا فقال أبو ثعلبة والذي نفسي بيده لتظهرن عليها قال فكتب له بها قال قلت له يا رسول الله إن أرضنا أرض صيد فأرسل كلبي المكلب وكلبي الذي ليس بمكلب قال إذا أرسدت كلبك المكلب وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك المكلب وإن قتل وإن أرسدت كلبك الذي ليس بمكلب فأدركت ذكاته فكل وكل ما رد عليك سهمك وإن قتل وسم الله قال قلت قلت يا نبي الله إن أرضنا أرض أهل كتاب وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر فكيف أصنع بآنيتهم وقدورهم قال إن لم تجدوا غيرها فارحضوها واطبخوا فيها واشربوا قال قلت يا رسول الله ما يحل لنا مما يحرم علينا قال لا تأكلوا لحوم الحمر الإنسية ولا كل ذناب من السباع حثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي فعلبة الخشاني قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذناب من السباع حثنا محمد بن بكر قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني ابن شيهاب عن حديث أبي إدريس بن عبد الله في خلافة عبد الملك أن أبا ثعلبة الخشاني حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذناب من السباع حثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذناب من السباع حثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نوفير عن أبي ثعلبة الخشاني أنه حدثهم قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر والناس جياع فأصبنا بها حمرا من حمر الإنس فذبحناها قال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عبد الرحمن بن عوف فنادى في الناس أن لحوم حمر الإنس لا تحل لمن شهد أني رسول الله قال ووجدنا في جانباتها بصلا وثونا والناس جياع فجهدوا فراحوا فإذا ريح المسجد بصل وثوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربنا وقال لا تحل النهب ولا يحل كل ذينب من السباع ولا تحل المجثمة حسنا زيد بن يحيى الدمشقي قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال سمعت مسلم بن مشكمين قال سمعت الخشانية يقول قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي ويحرم علي قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم وصوب في النظر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمأن إليه القلب وإن أفتاك المفتون وقال لا تقرب لحم الحمار الأهلي ولا ذناب من السباع حسنا يزيد قال أخبرنا داود عن مكحول عن أبي فعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحبكم إلي وأقربكم مني محاسنكم أخلاقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني مساويكم أخلاقا أثرثارون المتشدقون المتفيهقون حسنا حماد بن خالد حدثنا معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نوفير عن أبيه عن أبي ثعلبة الخشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رميت بسهمك فغاب ثلاث ليال فأدركته فكل ما لم ينتن حسنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن العلاء بن زبر قال حدثني مسلم بن مشكمين قال سمعت أبا ثعلبة الخشني قال قلت يا رسول الله أخبرني بما يحل لي مما يحرم علي قال فصعد أخي النظر وصوبه ثم قال نويبتة قال قلت يا رسول الله نويبتة خير أم نويبتة شر قال بل نويبتة خير لا تأكل لحم الحمار الأهلي ولك الذين بن من السباع قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا عبد الله بن العلاء قال حدثني بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة مثل ذلك حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح وحدثني ابن شيهاب أن أبا إدريس أخبره أن أبا ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية حدثنا يزيد بن عبد ربه قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي عن يونس بن سيف الكلاعي عن أبي إدريس عائد الله بن عبد الله الخولاني عن أبي ثعلبة الخشاني قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد أخيا نظرا ثم صوبه فقال نويبتة قلت يا رسول الله نويبتة خير أو نويبتة شر قال بل نويبتة خير قلت يا رسول الله إن في أرض صيد فأرسل كلبي المعلمة فمنهما أدرك ذكاته ومنهما لا أدرك ذكاته وأرمي بسهمي فمنهما أدرك ذكاته ومنهما لا أدرك ذكاته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما ردت عليك يدك وقوسك وكالبك المعلم ذكيا وغير ذكيا حثنا عفان حدثنا وهيب قال حدثنا النعمان بن راشد عن الزهري عن عطائي بن يزيد الليثي عن أبي ثعلبة الخشاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في يدي خاتما من ذهب فجعل يقرع يده بعود معه فغفل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذ الخاتم فرمى به فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره في أصبعه فقال ما أرنا إلا قد أوجعناك وأغرمناك حثنا مهنأ بن عبد الحميد وعفان وهذا لفظ مهنأ قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوبا عن أبي قلبة عن أبي أسماء الرحبي عن أبي ثعلبة الخشاني أنه قال يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب فنطبخوا في قدورهم ونشربوا في آنيتهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء واطبخوا فيها قال يا رسول الله إن بأرض صيد فكيف نصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسدت كلبك المكلبة وذكرت أسمى الله عز وجل فقطال فكل وإن كان غير مكلب فذكي وكل وإذا راميت بسهمك وذكرت أسمى الله وقطال فكل حثني وهب قال حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطائي بن يزيق عن أبي ثعلبة الخشاني قال جلس رجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ذهب فقرع النبي صلى الله عليه وسلم يده بقضيب كان في يده ثم غفل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فرم الرجل بخاتمه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين خاتمك قال ألقيته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أظننا قد أوجعناك وأغرمناك حثنا عبد الله بن يزيد حدثنا حيوة أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشاني أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض أهل كتاب فنأكل في آنيتهم وإن في أرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلمين فأخبرني ماذا يصلح قال أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل كتاب تأكل في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكل فيها وإن لم تجد غير آنيتهم فاغسلوها ثم كل فيها وأما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فإن صدت بقوسك وذكرت أسمى الله فكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر أسمى الله ثم كل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلمين فأدركت ذكاته فكل